بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية للسنة الرابعة ابتدائي تجدون أيضا في صندوق الوصف رابط لقائمة التشغيل الخاصة باختبارات الفصل الثالث للسنة الرابعة ابتدائي وأيضا تجدون في كتابي في الاختبارات الفصلية من سلسلات مستقبلي اختبارات فصلية للفصل الثالث جميع المواد اختبارات مقترحة ومتوقعة بقوة فيما يخص الكتاب تجدون اختبارات في جميع المواد مع الحلول أيضا في اختبارات في اللغة العربية زائد وضعيات إدماجية متوقعة بقوة متوفر أيضا كتابي في الاختبارات الفصلية للسنة الخامسة ابتدائي وللسنة الثالثة ابتدائي وللسنة الثانية ابتدائي وللسنة الأولى ابتدائي كتب سلسلة مستقبلي كتب خارجية غنية عن التعريف تجدونها متوفرة في المكتبات ويمكنكم أيضا شراء السلسلة عن طريق عملية التوصيل السريع سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف ورقم الهاتف للاستفسار أكثر عن كتب سلسلة مستقبلي إذن الآن نبدأ بحل التمرين الأول التمرين الأول أكمل ملء الفراغ بما يناسب متعامدان الأفقي الشاقولي خيط المضمار يساعدنا في معرفة الاتجاه المستويذ الفقاعة يساعدنا في معرفة الاتجاه الاتجاه الشاقولي والأفقي في نقطة التقائهما إذن هنا نضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب عندما نقول هنا خيط المضمار يعني هنا هذا الأمر متعلق بالعمود لدينا الشاقول نقول هنا خيط المضمار يساعدنا في معرفة الاتجاه الشاقولي المستويذ الفقاعة يساعدنا في معرفة الاتجاه الأفقي الاتجاه الشاقولي والأفقي متعامدان في نقطة التقائهما التمرين الثاني ضع علامة صح في الخانة المناسبة لدينا في الجدول لدينا السطر الأول هنا لدينا المادة الخشب الماء الزجاج البلين ولدينا الألمنيوم هنا نصنف هل الخشب يعتبر مادة ناقلة للكهرباء؟ تنقل الكهرباء؟ تسمح بمرور الكهرباء أم لا؟ أم نقول عازلة للكهرباء؟ لا تنقل الكهرباء؟ لا تسمح بمرور الكهرباء؟ إذن هنا الخشب يعتبر من العوازل عازلة هذا الخشب مادة عازلة للكهرباء الماء مادة ناقلة للكهرباء الزجاج مادة عازلة للكهرباء أيضا البلين مادة عازلة للكهرباء لدينا الألمنيوم من المعادن كما ذكرنا سابقا المعادن تعتبر مادة ناقلة للكهرباء إذن هذا فيما يخص حل التمرين الثاني طبعا قبل هذا قدمت لكم ملخص شامل لدروس الفصل الدراسي الثالث مادة التربية العلمية وقدمت لكم أيضا واش لازم يحفظ التلميذ واش لازم يفهم سأترك لكم رابط للملخص في صندوق الوصف التمرين الثالث أذكر ثلاثة عوامل تؤدي إلى تبخر الماء مثلا وضعنا ماء في إناء بعد مدة تبخر هذا الماء لا يوجد أثر للماء في الإناء تبخر ما هي العوامل التي أدت إلى تبخر الماء؟ مثلا لدينا درجة حرارة مرتفعة وجود الرياح لدينا أيضا سطح واسع السطح الواسع إذا وضعنا ماء في إناء يكون السطح واسع وهذا الماء معرب للهوى أو هنا الرياح هنا يتبخر الماء التمرين الرابع الآن قام رامي بنفخ كرة ووضعها على الميزان الإلكتروني وقام بوزنها وتحقق من كثتها فوجدها تساوي 285 كرام بعدها قام بإخراج بعض الهواء منها وأعاد وزنها مرة أخرى فوجد اختلافا طفيفا في الميزان لاحظوا الصورة إذن هنا لدينا أولا وزن الكرة بعدما قام رامي بنفخ الكرة لدينا 285 بعدما قام بإخراج الهواء لدينا وزن الكرة 284 اختلاف الطفيف في الميزان كيف تفسر ذلك هذا الاختلاف؟ لدينا 285 بعد ذلك لدينا 284 كرام ماذا تستنتج من هذه العملية؟ إذن نجيب الآن عن ما هو مطلوب منه ونقول أفسر الاختلاف الطفيف في الميزان على أن الجسم المملوء بالهواء يكون وزنه أثقل مما يكون فارغا ومن هنا استنتج أن للهواء قد لا إذن هذا فيما يخص حلقة أمرين الرابع وهنا تكون خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم السالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا